يا حيدار صيحة وكل وكيد أعلنها يمّك يا حيدار وهالصيحة برياض الحبّة شمّك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله مصنع على محمد وعالي محمد وعجّل طرجهم والعلم نعداهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين كنا في الليالي الغديرية المباركة قد أشرنا إلى أن خطبة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم كانت خطبة طويلة لم يقتصر كلامه صلى الله عليه وآله على هذا النزر اليسير الذي يرويه أهل الخلاف ألا وهو قوله من كنت مولاه فعلي مولاه وإنما كانت خطبة طويلة بدأها بحمد الله عز وجل والثناء عليه واشتملت على كثير من الوصايا والتحذيرات على السواء بل إن في روايات أهل الخلاف الصحيحة والقوية أن هذه الخطبة العظيمة الجليلة اجتملت على كل شيء يقع إلى يوم الساعة كل ما هو كائن إلى يوم الساعة وهذا تعبير يستخدم عادة في لسان الأحاديث والروايات للإشارة إلى ما يمكن بيانه مما يعصم من الضلال إلى يوم الساعة لاحظوا أيها الإخوة هذه الرواية التي يدرجها صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب المناقب في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه باب قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه رقم الحديث أربعة عشر ألف وستمائة وستة عشر عن زيد بن أرقما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالشجرات فقم ما تحتها ورشة قم أي كنسة ولذلك تسمى القمامة قمامة ورشة بالماء أيضا ما تحت الشجرات ما تحت الدوحات في الغدير يقول ثم خطبنا هنا لاحظوا ماذا يقول يقول فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ ثم قال يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قلنا الله ورسوله أولى بنا من أنفسنا قال فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا ثم أخذ بيده فبسطها ثم قال اللهم والي مولاه وعادي من عاده يعلق الهيثم في مجمع الزوائد على هذا الحديث بقوله رواه الطبراني وفيه حبيب بن خلاد الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات إذن هو يقر أولا بأن السند ماذا كلهم ثقات إلا واحد هو لم يعرفه وهو حبيب بن خلاد الأنصاري فلو استطعنا أن نثبت أن هذا الذي لم يعرفه ثقة أيضا كان الحديث ماذا صحيحا لأن رجاله جميعا ثقات ونحن قد فتشنا فوجدنا أن هذا الذي لم يعرفه معروف عند الآخرين كابن حجر العسقلاني مثلا فإنه نص على توثيقه في كتابه تقريب التهذيب والإشكال الذي جعل الهيثم لا يعرف هذا الرجل أنه نسب إلى جده حبيب بن خلاد الأنصاري نسب إلى جده خلاد هو جده أما اسمه الحقيقي فهو حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري يقول ابن حجر في تقريب التهذيب في المجلد الأول الصفحة 184 برقم عشرة آلاف برقم عفوا ألف وأربعة وتسعين يقول حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدني وقد ينسب إلى جده يعني قد يختصر اسمه فيقال حبيب بن خلاد مو حبيب بن زيد بن خلاد ينسب فورا إلى جده وقد ينسب إلى جده ثقة من السابعة أي هو رجل ثقة من الطبقة السابعة أيضا نص النسائي على أنه ثقة نص الذهبي على أنه ثقة ونص يحيى بن معين على أنه ثقة أجمع على وثاقته أجمع على توثيقه فإذا هذا الذي لم يعرفه الهيثم هو ثقة وبقية رجاله ثقات إذن السند إذا السند كل من فيه ثقة فالسند صحيح والحديث صحيح إذا كان الأمر هكذا أين هي تلك الخطبة الطويلة الحديث يقول هذا الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم ونحن نعلم أن زيد بن أرقم كما مر معنا في الليالي الماضية تتذكرون هو من مشاهير رواة حديث الغدير وهو ممن أكدوا لأبي الطفيل صحة حديث الغدير زيد بن أرقم وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم يقول فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ ثم قال من كنت مولى فعليه المولى إذن كانت خطبة طويلة وعريضة لم تكن كلمتين قالهما النبي صلى الله عليه وآله خطبة طويلة عريضة لا شك أن فيها فوائد عظيمة وجليلة خاصة بمثل هذا التعبير أنه ما من شيء إلى يوم الساعة ونحن قلنا هذا التعبير عادة يحمل على أنه ما من شيء يعصم الأمة من الضلال إلى يوم الساعة إلا ويبينه النبي صلى الله عليه وآله قضايا الفتن والحروب وما شاكل السؤال أنتم يا من تدعون أنكم أهل السنة لما لم تهتموا بهذه الخطبة وهي من السنة قطعا بل هي من أهم أحاديث السنة أين رواتكم ماذا فعلتم بهذه الخطبة إذ لم تروا منها إلا كلمتين أين باقي الخطبة لماذا لماذا اقتطعتم تلك النصوص وتلك الأجزاء من تلك الخطبة العظيمة أين اهتمامكم بها أين روايتكم لها هل اقتصر قوله صلى الله عليه وآله على من كنتم مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عدا إلى آخره كلا هذا يكشف لك عن ماذا عن أنهم لم يحتملوا كل ما جاء في هذه الخطبة لأنهم لو رووها كاملة لم التبس شيء على أحد من الناس لأن الكلام يكون متصلا في سياق واحد من أول الخطبة إلى آخرها فيفهم الإنسان ماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله في خطبته هذه التي لعلها أطول خطبة خطب بها النبي صلى الله عليه وآله نحن نعرف عادة خطب النبي وأحاديثه مختصرة عادة هكذا فأن يتكلم بكلام طويل عريض كهذا في ذلك الموقف معنى ذلك أنه كان في هذا الكلام ما كان فيه من ضرورات كان لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وآله خاصة أنه قد صرح بأنه يوشك أن يدعى فيجيب أنت لاحظ الروايات التي مرت معنا في شأن حديث الغدير وكلها من طرف الخاصم إحنا كنا نأخذ ما عرضنا روايات من طرفنا كل واحد أخذ أجزاء معينة ورواها شيئا واحد روا الجزء المتعلق بأنه يوشك أن أدعى فأجيب واحد روا الثقلين تركت فيكم هذا جزء أيضا من حديث الغدير واحد روا من كنتم أولاه فعلي مولاه واحد روا شوية زيادة اللهم والي موالاه وعادي من عاده واحد أيضا روا شوية هم أكثر وانصر من نصره واخذل من خذله واحد هم روا شنو شوية هم أكثر وأدر الحق معه حيث ما دار وهكذا كل واحد أخذ أجزاء أجزاء ولكن المجموع كله يمكن ما يصير أربع خمسة أسطر أما نحن من طرفنا فلا الحمد لله الله عز وجل أكرمنا باتباع الأئمة الشرعيين من عترة المصطفى المختار صلى الله عليه وعليهم أجمعين فرووا لنا نستطيع أن نقول هكذا الخطبة كاملة أو معظم أجزاء الخطبة لأننا نحتمل أن الرواة مثلا لم يدون الخطبة على ما ينبغي سقط منهم ما سقط سهوا نسيانا اشتباها هذا يحدث ولكن على العموم إجمال تلك الخطبة الجليلة وحيثياتها وتفاصيلها موجود عندنا وهذه الخطبة نحن بحاجة إلى أن نتلوها عليكم حتى يتدبر فيها كل مسلم ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وخطبة النبي وكلامه كاملا مع التدبر والتأمل لأن الناس لا تعرف ماذا قال النبي في ذلك الموقف الشهير العظيم ماذا قال من كل ما قال ما تعرف هذه الخطبة الشريفة خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير رويت عندنا ممن رواها صاحب الاحتجاج العلامة الطبرسي في كتابه الاحتجاج وغيره كذلك بسند عن الإمام الهمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأنا سأبدأ الآن إن شاء الله تعالى بقراءة الخطبة كاملة وليس عليكم إلا أن تستشعروا بأنفسكم وكأنكم في ذلك الموقف كل واحد منكم خلي فكر كأنه واقف الآن في غديركم يستمع للنبي صلى الله عليه وآله هالشكل خلي ارجع بخيالك إلى الوراء إلى قديم الزمان حتى تقع هذه المعاني الجليلة التي يقولها النبي صلى الله عليه وآله تقع في قلبك مباشرة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس ألا إن رسول الله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوقفكم من ذاك على ما أوقفكم عليه من غيره فخرج صلى الله عليه وآله وخرج معه الناس وأصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله فحج بهم وبلغ من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألفا الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا العجل والسامري وكذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة لعلي بالخلافة على عدد أصحاب موسى فنكثوا البيعة واتبعوا العجل والسامري سنة بسنة ومثلا بمثل مثل ما صار صار واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة يعني من كثرة الناس الذين توجهوا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى الحج حجة الوداع من كثرتهم فوق سبعين ألف اتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة كأنه حينما انطلقوا من مكة إلى المدينة طوال الطريق كانوا يقولون ماذا لبيك اللهم لبيك إلى من بداية المدينة إلى بداية من نهاية المدينة إلى بدايات مكة لأن الأعداد غفيرة يقول فلما وقف بالموقف وقفت عرفات أتاه جبرايل عليه السلام عن الله عز وجل فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إنه قد دنى أجلك ومدتك وأنا مستقدمك على ما لا بد منه ولا عنه محيص وأنا مستقدمك على ما لا بد منه ولا عنه محيص أي أنك بالنتيجة سأتوفاك سأتوفاك إلي هكذا إني متوفيك يعني هذا هو المعنى هذا ما لا محيص عنه فاعهد عهدك وقدم وصيتك وعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت شوف كل هذه مواريث الأنبياء صلوات الله عليهم تابوت بني إسرائيل مثلا هذا كله كان حاضرا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن ثم يورث إلى من إلى أوصيائه الشرعيين من بعده وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلمه إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجة البالغة على خلقي علي بن أبي طالب فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاق الذي واثقتهم به وعهد الذي عهدت إليهم من ولاية وليي ومولاهم ومولا كل مؤمن ومؤمنة علي بن أبي طالب فإني لم أقبل نبيا من الأنبياء إلا من بعد إكمال ديني وحجتي وإتمام نعمتي بولاية أوليائي ومعادات أعدائي وذلك كمال توحيدي وديني وإتمام نعمتي على خلقي باتباع وليي وطاعته هذا حديث قدسي خطاب من الله عز وجل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وذلك أني لا أترك أرضي بغير ولي ولا قيم ليكون حجة لي على خلقي فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولاية ولي ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي عبدي ووصي نبي والخليفة من بعده وحجة البالغة على خلقي مقرون طاعته بطاعة محمد النبي ومقرون طاعته مع طاعة محمد بطاعة من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني جعلته علما بيني وبين خلقي من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن أشرك بيعته كان مشركا تعرف شنو معنى من أشرك بيعته يعني من يقول أنا أتولى عليا وأتولى غيره أيضا أتولى أيضا أبا بكر مثلا أتولى عمر هذا إشراك في البيعة والله تعالى يقول كما في هذا الحديث القدسي الشريف الذي يرويه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ومن أشرك ببيعته كان مشركا ومن لقيني بولايته دخل الجنة ومن لقيني بعداوته دخل النار فأقم يا محمد علي علما وخذ عليهم البيعة وجدد عهدي وميثاقي لهم الذي واثقتهم عليه فإني قابضك إلي ومستقدمك علي هذا هو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه هذا هو الأمر أمر من رب العزة والجلال لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن بلغ ولاية علي صلوات الله عليه وخذ ميثاقهم بهذا فخشي رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى جاهلية لما عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء البارحة شنو كان كلامنا في الاحتفال إثبات أن هؤلاء الذين يسميهم القوم صحابة كانوا يكنون لعلي عداوة وبغضاء أثبتنا ذلك بأحاديثهم وبتصريحات أعلامهم كابن تيمية ومن شاكل النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان عارفا الإمام الباقر يقول يقول ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي من العداوة والبغضاء وسأل جبرايل أن يسأل ربه العصمة من الناس إلهي أنا مستعد أبلغ ولكن أنا أعرف هؤلاء القوم حاقدون على علي مبغضون لعلي إلا من عصم الله فاعصمني يا رب احمني حتى أبلغ هذا البلاغ الخطير وانتظر أن يأتيه جبرايل بالعصمة من الناس عن الله جل اسمه فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف فأتاه فأتاه جبرايل عليه السلام في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم علي علما للناس ويهتدون به ولم يأته بالعصمة من الله جل جلاله بالذي أراد إلى الآن العصمة ما نزلت حتى بلغ كراع الغميم منطقة في نفس الحديث يقول حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينة فأتاه جبرايل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته بالعصمة فقال يا جبرايل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبل قولي في علي عليه السلام فسأل جبرايل كما سأل بنزول آية العصمة فأخره ذلك فرحل فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة غدير خم هو يم الجحفة وهذه أيضا منطقة يقال أنه يعني جحف بها السيل ولذلك سميت بالجحفة بثلاثة أميال فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرايل عليه السلام على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال يا محمد اللهم صل على محمد آل محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس جاءت العصمة فالنبي انطلق وكان أوائلهم أوائل الناس أوائل المسلمين الذين رجعوا من الحج وكان أوائلهم قريب من الجحفة فأمره بأن يرد من تقدم منهم يعني النبي صلى الله عليه وعليه بالوسط في غدير خم هؤلاء جماعة كانوا قد سبقوا النبي وصلوا إلى الجحفة اللي هي أقرب إلى المدينة فأمر بأن هؤلاء الذين سبقوا يردون يرجعون إلى غدير خم والذين تأخروا ماذا اللي هم صوب مكة والمناطق تلك أنه يستعجلون حتى يأتون حتى نجمع الجميع في مكان واحد ونخطب بهم هذه الخطبة المهمة فأمره بأن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان في غدير خم ليقيم عليا علما للناس ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمه من الناس فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاءته العصمة منادي ينادي في الناس بالصلاة جامعة هذا النداء المعروف لجمع الناس ويرد من تقدم منهم وحبس من تأخر وتنحى وحبس من تأخر وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير هذا مسجد موجود في تلك المنطقة أقامه النبي صلى الله عليه وآله لأنه صلى في تلك المنطقة بعد هذه الحادثة فصار مسجد الغدير إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرايل عن الله عز وجل وكان في الموضع سلمات يعني أشجار مفردها سلمة سلمة يعني شجرة وكان في الموضع سلمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقم ما تحتهن يكنس ما تحت هذه الأشجار وينصب له حجارة كهيئة المنبر ليشرف ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فوق تلك الأحجار ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال من هنا تبدأ خطبة النبي صلى الله عليه وآله قال الحمد لله الذي على في توحده ودنى في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداحي المدحوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح متفضل على جميع من برأه متطول على جميع من أنشأه يلحظ كل عين والعيون لا تراه كريم حليم ذو أناه قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته لا يعجل بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه قد فهم السرائر وعلم الضمائر ولم تخف عليه المكنونات ولاشتبهت عليه الخفيات له الإحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وليس كمثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء دائم قائم بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يلحق أحد وصفه من معاينة ولا لا يجد أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل عز وجل على نفسه وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه والذي يغشل أبدا نوره والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ولا معه شريك في تقدير ولا تفاوت في تدبير صور ما أبدع على غير مثال وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال أنشأها فكانت وبرأها فبانت فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة الحسن الصنيعة الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إليه الأمور وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومفلك الأفلاك ومسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يطلبه حثيثا قاصم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد لم يكن معه ضد ولا ند أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله واحد ورب ما جد يشاء فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيحصي ويميت ويحيي ويفقر ويغني ويضحك ويبكي ويمنع ويعطي له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا إله إلا هو العزيز الغفار مجيب الدعاء ومجزل العطاء محص الأنفاس ورب الجنة والناس لا يشكل عليه شيء ولا يضجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين ومولى العالمين الذي استحق من كل من خلق أن يشكره ويحمده أحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله أسمع أمره وأطيع وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم لقضائه رغبة في طاعته وخوفا من عقوبته لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره وأقر له على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية وأؤدي ما أوحي إلي حذرا من ألا أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته لا إله إلا هو لأنه قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالته وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة وهو الله الكافي الكريم فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية إن جبرايل هبط إلي مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم من بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال وسألت جبرايل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدغال الآثمين يعني خيانة الآثمين وختل المستهزئين يعني خديعة المستهزئين وختل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وكثرة أذاهم لي كان يؤذونه صلى الله عليه وآله كثيرا هؤلاء المنافقين وهؤلاء المرجفين وهؤلاء الساخرين والذين في قلوبهم مراط والذين قالوا هو أذن إلى غيره مما تعرفون وكثرة أذاهم لي في غير مرة حتى سموني أذن وزعموا أني كذلك لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه إقبالي على علي بن أبي طالب حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قرآن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ولو شئت أن أسمي بأسمائهم لسميت أنا أقدر أبين أسمائهم واحد تل وواحد أسميهم ذول المنافقين الكبار ولو شئت أن أسمي بأسمائهم لسميت وأن أومئ إلى أعيانهم لأومأت وأن أدل عليهم لدللت ولكني والله في أمورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي ثم تلا صلى الله عليه وآله مرة أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترضا طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى البادي والحاضر يعني على البدوي والحضري وعلى الأعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه مؤمن من صدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد آخر مقام فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم ثم من دونه محمد وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر ربكم ثم الإمامة في ذرية من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله عرفني الحلال والحرام وأنا أفضيت بما علمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه إليه أي إلى عليا معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيه وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين وما من علم إلا علمته عليا وهو الإمام المبين معاشر الناس لا تضل عنه ولا تنفر منه ولا تستكبر ولا تستنكف من ولايته فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تأخذه في الله لومة لائم ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله وهو الذي فدا رسوله بنفسه وهو الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله وقبلوه فقد نصبه الله معاشر الناس إنه إمام من الله وليتوب الله على أحد أنكر ولايته وليغفر الله له حتما على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه وأن يعذبه عذابا شديدا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور فاحذروا أن تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأراضين فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منه والشاك في ذلك فله النار معاشر الناس حبان الله بهذه الفضيلة من منه علي هذه الفضيلة أني خاتم الأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء والمرسلين جميعا بشروا بي أنا رسول الله معاشر الناس حبان الله بهذه الفضيلة من من منه علي وإحسان منه إلي ولا إله إلا هو له الحمد مني أبد الآبدين ودهر الداهرين على كل حال معاشر الناس فضلوا علي فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى بنا أنزل الله الرزق إحنا نرزق بهم برسول الله بأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بنا أنزل الله الرزق وَبَقِيَ الْخَلْقِ بَقَاءُ الْخَلْقِ بِوُجُودِهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَوْلَا الْحُجَّةِ لَسَاخَتْ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَيَّ قَوْلِي هَذَا وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَلَا إِنَّ جِبْرَئِيلَ خَبَّرَنِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بذلك ويقول مَنْ عَادَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةِ وَغَضَبِي يقول جِبْرَئِيل بلغني عن الله عز وجل بهذا مَنْ عَادَ عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةِ وَغَضَبِي فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تُخَالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ جَنْبُ اللَّهَ الَّذِي ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ تَعَالَا أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهَ مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَافْهَمُوا آيَاتِهِ وَانْظُرُوا إِلَى مُحْكَمَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَةِ فَوَاللَّهَ لَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَلَا يُوَضِّحُ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إِلَيِّ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ أَلَّهُمَّ وَالِ مَوَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ أَلَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ أَلَّهُمَّ وَالِ مَوَّالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ واخذل من خذله وأدر معه الحق حيثما دار إنه علي بن أبي طالب أخي ووصيي وموالاته من الله عز وجل أنزلها علي معاشر الناس إن علي والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترق حتى يرد علي الحوض هم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضه ألا وقد أديت ألا وقد بلغت ألا وقد أسمعت ألا وقد أوضحت ألا وإن الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله ألا إنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا ولا تحل إمرة المؤمنين بعد لأحد غيره لأحد غيره لا تحل لا يجوز لأحد أن يدعي أنه أمير المؤمنين هذا منصب خاص لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى الحسن حتى الحسين حتى الأئمة الأطهار لا يجوز لهم أن يدعوا أنهم أمراء للمؤمنين هذا منصب خاص لا يحل لأحد غير علي ألا إنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه وكان منذ أول ما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله شال علي حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال معاشر الناس هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على أمتي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل الداعي إليه والعامل بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي وقاتل الناكثين والقاصطين والمارقين بأمر الله أقول ما يبدل القول لدي بأمر ربي أقول اللهم والموالاه وعاد من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحد حقه اللهم إنك أنزلت علي أن الإمامة بعدي لعلي وليك عند تبياني ذلك ونصبي إياه بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الإسلام دينا فقلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة هنا التفت شوف هذه العبارة قارنها بعبارة زيد بن أرقم كما في مجمع الزوائد والطبراني أنه فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا قد أخبرنا به يومئذ قارن هذا بهذه العبارة وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة وقلنا تفسير العبارة ما يعصم من الضلال إلى يوم القيامة فهذا العاصم من الضلال من الضلال الائتمام بالأئمة من صلب علي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله عز وجل فأولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعوذ بالله معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد بالجنة فيها الأتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره سورة الإنسان معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول الله هو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي معاشر الناس هنا نقطة مهمة معاشر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه لا تحسدوا علي مشكلة علي محسود فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم هذا يحذر من تتوقع وذي يخاطب أصحابه من يعني أبو باكر عمر أبو عبيدة بن الجر هذولا الذين حسدوا عليا وبعدين يفضحهم أكثر يكشف قضية الصحيفة التي تعاقدوا عليها ودفنوها في الكعبة أنه إذا مات محمد زوينا هذا الأمر عن أهل بيته لأنه لا حق لأحد في أن يستفرد بالسلطة شنو السلطة ببيت واحد في قبيلة واحدة لا السلطة لازم تتوزع بيننا إحنا قبائل قريش بطون قريش هذه كانت نظريتهم معاشر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم فإن آدم أهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة وهو صفوة الله عز وجل وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهُ وَمِنْكُمْ يخاطب أصحابه يقول وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهُ أَعْدَاءُ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُ لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيًّ وَلَا يَتَوَلَّى عَلِيًّا إِلَّا تَقِي وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِص وَفِي عَلِيٍّ وَاللَّهُ نَزَلَتْ سُورَةُ وَالْعَصْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلى آخرها معاشر الناس قد استشهدت الله وَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَتِي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ معاشر الناس اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ معاشر الناس آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا معاشر الناس النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا هكذا يصفه الرسول هذا الآخذ بالحق عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين معاشر الناس أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن ميت أو قتلت انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ألا وإن علي هو الموصوف بالصبر والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه معاشر الناس لا تمنوا على الله إسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده إنه لب المرصاد معاشر الناس إنه سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون بصريح العبارة يقول إنه سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار يقول من بعدي خلص أنت تتصور هذه بين قوسين نذكرها تتصور أنه ما الذي شجع أبا بكر وعمر ومن لف لفهما وما لإليهما على إجراء ترتيبات الانقلاب سمعوا كرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله سمعوا كرارا أنه هذا سيحصل فاطمأنه أساسا في حديث إذا تذكر في الليالي المحمدية الحديث الذي حديث سم النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق صلواته الله عليه أنه حفص سمعت النبأ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول من بعدي سيكون أبو باكر يحكم ومن بعده أبوك عمر قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فذهبت وأفشت إلى عائشة عائشة أفشت إلى من إلى أبيها أبي باكر أبو باكر أبلغ عمر قالت أتأكد عمر لما راح إلى حفص أنكرت في البداية ارتعبت لأنه عمر طبيعة خشنة فهدأها قال لها ماذا قال لها إن كان هذا حقا فأعلمينا حتى نتقدم فيه حتى نعجل بالأمر فاطمأنت فقالت إيه صحيح أنا سمعت النبي هالشكل قال فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه قالوا خلص إذا نحن عدنا عدنا مجال يعني فمن هنا تشجعوا وهذا للعلم جار في كثير من الأحقاب السالفة يعني بعض الكفر أو المنافقين من أصحاب الأنبياء السابقين صلى الله عليه كان يسمع إخبارات من أولئك الأنبياء على أنه من بعدنا أنت اللي راح تستلم الأمور ظلما وعدوانا يقيمون علي الحجة فذا كان يطمئن ويتقدم بالقضية أساسا هو الشيطان نفسه الشيطان شلي مشجع ما سمعه من الله عز وجل جعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم مهشكل وأعطاه القدرات الخارقة حياة أبدية ويجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يولد لابن آدم واحد إلا يولد له اثنان مهشكل فالشيطان لعنه الله هو إنما يعتمد على هذا على هذا الأمر وكما هناك شيطان هناك شياطين الإنس والجن شياطين الإنس هم هكذا هؤلاء الذين اجتمعوا في السقيفة شياطين من شياطين الإنس سمعوا النبي صراحة في يوم الغدير يقول معاشر الناس إنه سيكون من بعد أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون يقولون إذن عدنا فرصة نتولى يعني إحنا يعني ما رح يكون حتما قضاء محتوما أن يتولى الخليفة الشرعي علي ابن إبي طالب إحنا عدنا مجال معاشر الناس إنه سيكون من بعد أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم في الدرك الأسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين ألا إنهم أصحاب الصحيفة يشير إلى السر الذي تعاقدوا فيما بينهم قضية الصحيفة الصحيفة الثانية ألا إنهم أصحاب الصحيفة فلينظر أحدكم في صحيفته يقول الإمام الباقر عليه السلام فذهب على الناس إلا شرذمة منهم أمر الصحيفة يقول الناس ما فهموا شنو موضوع الصحيفة ما عرفوا هذا اللغز شنو إلا شرذمة منهم هذول اللي تعاقدوا فيما بينهم عارفين شنو القضية قضية الصحيفة نقلتها لكم أكثر من مرة في المحاضرات فهنا النبي صلى الله عليه وآله يدين هؤلاء ولكن مأمور من الله من أجل مضي الفتنة الاختبار اللا يسميهم بأسمائه خلي القضية شنو عامة حتى يجري الاختبار بعد معاشر الناس إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة الإمامة في عقب النبي في ذرية النبي محد إلى حق يصير إمام غيرهم ترى سبحان الله المخالفين يقولون النبي نص على أن الأئمة من قريش هذا نص متفق على صحته الكل يقر بصحته موجود هم في البخاري هم في مسلم الأئمة من قريش ليش إذن يستنكرون أن تكون الإمامة في بني هاشم في ذرية النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء أولى قريش أليسوا أولى قريش أنا كنت أسمع قبل سنوات في بعض وسائل الإعلام المعادية أنه دين الشيعة دين يؤصل للفكرة الوراثية الدكتاتورية ليش لأنه يحصر الإمامة فقط في أهل البيت وإحنا الدين والإسلام أوسع من ذلك الإسلام لم يأتي فقط إلى أهل بيت محمد صلى الله عليه والإسلام جاء إلى الجميع وشوني فلسفها القضية شوني يستخدم عبارات مطاطة حتى يصور أنه كأنه إحنا شنو إحنا الملكيين إحنا ماكو إحنا الملكيين وهؤلاء الجمهوريون يعني يريدونها جمهورية ويريدونها حرية تعددية تعددية هشك اللعب بالألفاظ طيب إذا كان الأمر هكذا خل الإسلام أوسع من قريش الإسلام جاء فقط لقريش وليش قال النبي الأئمة من قريش حسب ما أنتم ترون الفرق بيننا وبينكم أننا نحن نقول الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليه أنتم تقولون الأئمة من قريش أنتوا وسعتوها الدائرة خليتوها لقريش لأنه هذا اللي يعجبكم قريش تريدون أن تتداول السلطة بين بطون قريش السيادة القرشية الجاهلية ندمتم عليها التي جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وآله فأبطلها كانت السيادة لمن عند العرب لقريش صحيح النبي صلى الله عليه وآله جاء أبطل هذه السيادة وقال الإمام في أهل بيتي هؤلاء ما تحملوا يريدون إعادة حكم الجاهلية يريدون إعادة حكم قريش فزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله قال الأئمة من قريش وبعدين تعال الآن قل لي بالله عليك محمد مرسي من قريش إذن لا يجوز له أن يتولى الإمام ليش نخلي إمام ذول مشايخ الخليج وحكام العرب والعجم من قريش أسحاكم العجم هذا من قريش هذا خامن إخو من قريش من بني هاشم من قريش هذه الوحيدة التي تنطفق عليه يمكن وَاللَّهُمَّ إِلَّا الْأُرْدُن وَالْمَغْرِبِ صحيح البقية من قريش ومن قريش إشجابهم على قريش يلا كلهم يجب أن يسقطوا جيبوا لكم ناس قرشيين لما لا تعملون بمبادئكم لما لا تعملون بأحاديثكم الصحيحة وكيف تقرون بإمامة هؤلاء أصلا قبل هؤلاء أنت ارجع بالزمان إلى الوراء المماليك من قريش المماليك الذين جمعوا من علماء العامة أقروا لهم بالطاعة وأوجبوا طاعتهم على أساس ولاة الأمر دولة المماليك صحيح هؤلاء من قريش صلاح الدين الأيوبي من قريش صلاح الدين الأيوبي أصله كردي من تكريت أصله حتى معربي أصلا صحيح إشلون أقررتم له بالإمامة ملا عمر هذا ما الطالبان هذا من قريش العثمانيون الذين جاءوا وحكموا البلاد الإسلامية وكل واحد كنتم تسموه أمير المؤمنين السلطان فلان ما هو الشكل هؤلاء كانوا من قريش ما كانوا من قريش لماذا إذن لم تتمردوا عليهم وتقولون هؤلاء مخالفون لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله ولماذا لم تصفوا دينكم ومذهبكم بأنه مذهب ديكتاتوري ملكي ما أدري إلى آخره من هذه العبارات واللعب بالألفاظ لا عاجبكم ما القريش ما لي ولي قريش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ما لي ولي قريش أما والله لقد مضمون الحديث أو الخطبة أما والله لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أن أدخلناها في حيزنا فقل لقريش فلتضج ضجيجها تروح إلى جهنم خلي الضج وخلي تفعل ما تشاء هو أصلا للعلم ترى الإسلام صراع بين رسالة السماء وقريش وقريش هو الأصل الصراع كان هذا لأن كل العرب كانوا يحتمون بمن بقريش السادة كانوا قريش العاصمة مكة تحت حكم قريش صحيح الأعراف الدين القوانين تسنها قريش هذه قريش بطون قريش اللي يجتمعون فيما بينهم الإسلام صراع خط الإله مع خط قريش اللي صار شنو من سقيفة بني ساعدة عادت قريش ولكن باسم ماذا باسم الإسلام هذا الذي حصل هذا الذي وقع عادت الجاهلية من جديد بس الله مشالة ثوبها الجاهلية لبسة ثوب الإسلام وهي نفس القوانين نفس الأعراف أعراف قريش معاشر الناس إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة تعال آل سعود هم من قريش مو من قريش كأنه شجاوهم على قريش ما أظن من الأصل أصولهم آل سعود من قريش أحد يعرف ما أظن حتى أشكالهم من بين من قريش يقولون أنه أصولهم يهودية بالأصل مردخاي ما أدري شنا فليش إذن ما يسقطوهم خلي جبوا واحد من قريش يخلوا معاشر الناس إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولد الحج هذا مقامي في يوم الغدير حج على من ولد وعلى من لم يولد إلى يوم القيامة هذا حج كلامي ترى ليكون أحد يقول صار نسخ مثل عمر الأمر يحدث بعده الأمر فيتغير القانون يتغير القرار لا فليبلغ الحاضر الغائب فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة الأب مسؤولية الشرعية أن يبلغ ابنه قرار النبي وحكمه في يوم الغدير يقول لأبني ترى النبي صلى الله عليه وآله قام يوم الغدير وأوجب علينا إمامة علي فأنت عليك أن تلتزم بإمامة علي صلوات الله عليه والوالد الولد يعني يبلغ الوالد الولد إلى يوم القيامة وسيجعلونها ملكا واغتصابا هؤلاء ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين وعندها سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران معاشر الناس إن الله عز وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب معاشر الناس هذا هنا يبين فلسفة ماذا ما سيجري ليش رح يتغلبون هؤلاء الغاصبين المغتصبين بعد هذا الله عز وجل يريد أن يمحص يمتحن يميز الخبيث من الطيب شيء واضح بعد معاشر الناس إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى وَهَذَا عَلِيٌّ إِمَامُكُمْ وَوَلِيُّكُمْ وَهُوَ مَوَاعِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُصَدِّقُ مَا وَعَدَهُ يشير إلى أنه إن كذبتموه يقع عليكم عذاب كما وقع على القرى التي كذبت وظلمت وهذا إحنا في عذاب إحنا شنو أمتنا مو في عذاب الآن في عذاب من 1400 سنة إحنا أصلا في عذاب 1400 سنة إحنا في عذاب غاية ما أنك أحيانا يزيد أحيانا ينقص بس هذا أحد أسباب أنه الصهاين ومن أشبه تولوا على رقابنا هذا نوع من أنواع العذاب لماذا؟ لأن أعرضنا عن ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فمن الطبيعي أن يتغلب علينا الآخرون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله لقد أهلك الأولين وهو مهلك الآخرين قال الله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين معاشر الناس إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت عليا ونهيته فعلم الأمر والنهي من ربه عز وجل فاسمعوا لأمره تسلم وأطيعوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا إلى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني شنو يعني صراط محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد محمد علي وآلهما الطيبون الطاهرون صلى الله عليه وآله هذا معنى تقول اهدنا الصراط المستقيم ولما تقول صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هؤلاء أنت تختار هذا الطريق تقول أيضا في نفس الوقت غير المغضوب عليهم يعني ما تريد الصراط الآخر المزيف صراط المغضوب عليهم هؤلاء أو صراط الضالين من المغضوب عليهم شوف الزهراء على اسام غضبت على من تعرف من هم المغضوب عليهم غضب الزهراء عن غضب الله عز وجل فأنت كأنك في كل صلاة تقول اللهم جنبني صراط المغضوب عليهم أبو باكر وعمار وعثمان ومن شاكل ممن غضبت عليه الزهراء عليه السلام ترى هذه الحكمة من وراء الصراع الذي جرى بين الزهراء وبين هؤلاء الملاعين أن يظهر للناس ويميز الناس بين المرضي عنهم والمغضوب عليهم بين من أنعم الله عليهم وبين من غضب الله عليهم هذه هي الحكمة الزهراء عليه السلام هي التي تفرز بين الاثنين هي المقياس تخليها أنت عارف شلون مخالفين لا يتدبرون في هذه الأمور مع الأسف معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون ثم قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها سورة الحمد الفاتحة وقال في نزلت وفيهم نزلت في لا إمة ولهم عمت وإياهم خصت أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق والحادون وهم العادون وإخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هؤلاء ألا إن أولياءهم أتباعهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله شنو يعني حاد الله ورسوله يعني شنو بإجماع المفسرين يعني من خالف الله ورسوله تعمد خلاف الله ورسوله صلى الله عليه وآله من المحادة المخالفة المعاكسة إذا تطبق هذه الآية تعرف أول من حاد الله ورسوله عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله قال ائتوني أكتب كتابا لكم لا تضلوا بعده أبدا روايات أهل الخلاف اقرأ في صحاحهم في مسانيدهم يقولون بصراحة يقولون فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها إن الرجل لا يهجر هذا مخالف يعني شنو يعني حاد الله ورسوله حاد رسول الله سين الآية تقول لك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصير عندك مودة لمن حاد الله ورسوله عمر حاد الله ورسوله فكيف توده إذا وددته إذا توليته فلست ممن يؤمن بالله واليوم الآخر خلص انتقض إيمانك من أساسه أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ هذا إحنا بحمد الله تعالى ما ألبسنا إيماننا بظلم ما تولينا الظلم فإيماننا إيمان خالص نقي ليس فيه إلباس ما غطنا بظلم ما اجتمل إيماننا على ظلم تولي الظلم ظلم أصلا أنت شريك له إذا توليت الظلم فأنت شريك له في ظلمه أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ آمِنِينَ تَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْلِيمُ أَنْطِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ كل من تولى أهل البيت هذه آيات نزلت في الشيعة الأبرار أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ لَهُمْ عزَّ وَجَلْ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابُ أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمْ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ لِجَهَنَّمَ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ وَلَهَا زَفِيرٌ أَلَا إِنَّ أَعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا كل فرقة من فرق أهل الخلافة تشوفوهم يوم القيامة إذا ما تابوا تدخل جهنم وتلعن أختها المعتزلة يلعنون الأشاعرة والأشاعرة يلعنون الخوارج والخوارج يلعنون ما أدري الظاهرية والظاهرية يلعنون من أفرض مثلا الزيدية خلي شوية نتكلم شوية نمشيها هالشكل وهكذا إلى أن تصل إلى البترية داخل وياهم بالخط داخل بالسرة كلهم البترية داخلين الصوفية داخلين العرفانية الباطلة داخلين هذولة مسالك الفلسفة داخلين الوهابية أخوة أول ناس معروف يعني فلس كلاس داخلين هذولة حاجزين من البداية بغير حسابهم بغير حساب قبال على جهنم وبئس المصير وهكذا كل فرقة تدخل كل أمة تدخل تلعن أختها أشقد نعمة هذه التمسك بولاية أهل البيت عليه الصلاة والسلام هو أكو نجاة يوم القيامة إلا بأهل البيت صدقوني غبي اللي يعتقد أنه أكو نجاة يوم القيامة إلا بغير أهل البيت يعتقد أنه أكو نجاة غبي هذا غبي ألا إن أعداءهم الذين قال الله فيهم كلما دخلت أمة لعنت أختها ألا إن أعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنة عدونا من ذمه الله ولعنه وولينا من مدحه الله وأحبه معاشر الناس ألا وإني منذر وعلي هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد روى أهل الخلاف كما ذكره السيوط في تفسيره في تفسير هذه الآية ورواه أحمد بن حنبل وصاحب المستدرك الحاكم إني سابوري بسند صحيح لما أنزلت أو لما نزلت آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله تعالى عنه فقال أنت الهادي يا علي بك يهتد المهتدون من بعدي نص نص في تفسير هذه الآية بأن المراد بالهادي المنذر النبي صلى الله عليه وآله ولكل قوم أنت الهادي يا علي وبك وبك يهتد المهتدون الضالون ما يهتدون خلص بك يهتد المهتدون من بعدي والحديث صحيح صححه الحاكم وغيره ليش تاركين علي إذا وهذا الذي به تهتدون تاركين رحيم شربين بعمر معاشر الناس ألا وإني منذر وعلي هاد معاشر الناس إني نبي وعلي وصي ألا إِنَّ خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنَّا أَلْقَائِمُ الْمَهْدِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا أَلَا أَلَّا أَنْهُ ألا إنه الظاهر على الدين هذا ألا إنه المنتقم من الظالمين هذا صاحبنا هذا هذا صاحبنا ذكر في يوم الغدير المبايع لصاحبنا لإمامنا هذا إمامنا الحاضر الآن صلوات الله عليه هذا البيع له صارت يوم الغدير ترى من ذاك اليوم بويع ووصفه النبي ومدحه النبي وبشر به يقول ألا إنه الظاهر على الدين ألا إنه المنتقم من الظالمين ألا إنه فاتح الحصون وهادمها ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك ألا إنه مدرك بكل ثأر لأولياء الله ألا إنه الناصر لدين الله ألا إنه الغراف في بحر عميق غراف يعني يغرف بيده ألا إنه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله ألا إنه خيارة الله ومختاره ألا إنه وارث كل علم والمحيط به ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه ألا إنه الرشيد السديد ألا إنه المفوض إليه ألا إنه قد بشر من سلف بين يديه ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده حتى لي طلعوا لي بعض الفرق الجاهلة على الغباء من التبعين واحد يقول أنا ابن الإمام وأنا الحجة بعد الإمام لا حجة بعد الإمام لا حجة ليضحكون عليكم ببعض أحاديث المهديين وغيرها مما هو محمول على عصور الرجعة ومشاكل قال أنا اليماني بعدين شوية شوية ترقق قال أنا ابن الإمام بعدين قال أنا الإمام أصلا وراح ومشى وراح يسويها في عقبه إلى جهنم وبأس المصير هو ومن يتبعه ناس جهل ما يعرفون شيء النبي صلى الله عليه وآله يقول ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده آخر الحجج ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده ألا إنه لا غالب له لن يغلب أحد صاحب الأمر عليه السلام إذا أذن الله عز وجل له بالظهور قريبا عاجلا إن شاء الله وَلَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ لَنْ يَنْتَصِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ أَلَا وَإِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحَكَمُهُ فِي خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَّتِهِ كل هذه الفقرة وكل هذه العبارات في أوصاف صاحب الأمر من يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله وصفه وبشر به معاشر الناس قد بينت لكم وأفهمتكم وهذا علي يفهمكم بعدي ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي مراسم البيعة تبدأ بعد انتهاء الخطبة ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني شوف هي سلسلة بيعات أنت الآن تبايع مثلا إمامك صاحب الأمر صلواته الله عليه وعجل رضا فرج إمامك هذا بايع الإمام اللي قبله الحسن عليه السلام وهكذا كل إمام قد بايع الإمام الذي سبقه إلى أن تصل البيع إلى علي أمير المؤمنين بايع علي لرسول الله صلى الله عليه وعليه وبيعة رسول الله لله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله يد الله فوق أيديه هذا هو هذه بايع إلهية في أعناقنا جميعا ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ عمر نكث مع أنه بايع عمره قال له أصبحت وأمسيت مولايا ومولا كل مؤمن ومؤمنة أبو بكرهم بايع عثمان كلهم بايعوا كلهم بس هذا الحارث الفهري اللي ما قبله قال له هذا حق من السماء أمطرنا بحجارة موشكل فجاء الحجر و سقط على رأسه وخرج أجلكم الله من دبوره مات من لحظته غير هذا ما يذكر المؤرخون أن أحدا أبا كلهم بايعوا بمن فيهم المنافق كلهم بايعوا ولكن نكثوا فيما بعد معاشر الناس إن الحج والصفى والمروة والعمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما معاشر الناس حج البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك فإذا انقضت حجته استؤنف عمله معاشر الناس الحجاج معانون يعني الله يعينهم ونفقاتهم مخلفة يعني الله يخلف عليهم نفقاتهم يعوضها والله لا يضيع أجر المحسنين معاشر الناس حج البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا بتوبة وإقلاع يعني تقلعون عن الذنوب معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عز وجل لإن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم يبين لكم إذا نسيت بعض الشراع بعض الأحكام قصرت في التفقه علي بن أبي طالب موجود يعلمكم وهذا المعنى فهمه ترى حتى أبو بكر وعمر ولذلك في المعضلات وين كان يتجهون يروحوا لي علي بن أبي طالب يحل لهم القضية فيقولون ماذا لو لا علي لها لك عمر هالشكل لإن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم ومبين لكم الذي نصبه الله عز وجل بعدي ومن خلفه الله مني وأنا منه يخبركم بما تسألون عنه ويبين لكم ما لا تعلمون ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذين هم مني ومنه أئمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القيامة يقضي بالحق معاشر الناس وكل حلال دللتكم عليه أو حرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل ليكن أحد باشر يسوي الحرام حلال والحلال حرام مثل ما سوى عمر حلال كان متعة الحج ومتعة النساء سواها شنو حرام حرام كانت صلاة التراويح سواها شنو حلال النبي هنا يشير إلى هذا التحريف الذي سيقع يقول وكل حلال دللتكم عليه أو حرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلوه ولا تغيروه ألا وإني أجدد القول شوف كم مرة يجدد عليه ألا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ألا وإن رأس الأمر بالمعروف وانهي عن المنكر أن تنتهوا إلى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته فإنه أمر من الله عز وجل ومني ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم حتى يتبين ما هو الأمر بالمعروف وما هو المعروف حتى تأمر به وما هو المنكر حتى تنهى عنه معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعدي ولده وعرفتكم أنه مني وأنا منه حيث يقول الله في كتابه وجعلها كلمة باقية في عقبه وقلت لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما معاشر الناس التقوى التقوى احذروا الساعة كما قال الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب فمن جاء بالحسنة أثيب عليها ومن جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب معاشر الناس إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة كثير عددهم عشرات الألوف وقد أمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي من إمرة المؤمنين ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه فقولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق نطيع الله ونطيعك وعليا أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين هكذا جعلهم يقرون هكذا كانت البيعة الإقرار شوفوا شقد واحد يقر هذا شيء يسمى قسم الولاء شلون أنت تروح هناك تقدم على الجنسية يروحون يقسموك شنو قسم الولاء نص معين تقرأه هذا قسم الولاء هذا ما لنا إحنا هذا ما للإسلام هذا قسم الولاء للإسلام وأئمة الإسلام هذا كل ما تقوله حتى يقبل إسلامك إسلامك صحيح بعد الحسن والحسين الذين قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجل فقد أديت ذلك إليكم وإنهما سيدا شباب أهل الجنة وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما قبله الله أكبر يقول ترى أنا أبو الحسن والحسين قبل ما يكون علي أبو الحسن والحسين أنا أبوهما وهذا معروف تقرؤون أنتوا في التواريخ أن الحسنين عليهم السلام في حياة رسول الله كانوا يخاطبون رسول الله بماذا بيا أبه ما يخاطبون أمير المؤمنين بيا أبه كان يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا أبه هذا والدنا هذا أبونا أما الإمام عليه السلام أبو الحسن أبو الحسن هكذا معنا هم أبناؤه لأنه قبل كل شيء رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله أبوه يقول وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما قبله وقولوا أطعنا الله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا من أدركهما بيده وأقر بهما بلسانه ولا نبتغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنه حولا أبدا أشهدنا الله وكفى بالله شهيدا وأنت علينا به شهيد وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده والله أكبر من كل شهيد يعني الله هو أعظم شهيد عليكم أكبر شهيد عليكم معاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت ظاهر البعض قاموا يدردمون هنا وهناك فالنبي صلى الله عليه وآله جاوبهم يتناجون هكذا فيما بينهم شنو ليش الشكر شنو هذا ما كفى هو تسيد علينا بعدها سيخلي علي وأهل بيته شنو هذا حكم القياصرة حكم الأكاسرة سبحان الله سنة الله عز وجل هذه أن يجعلها في بيت النبوة صارت في بيت إبراهيم عليه السلام تقدر تعترض بعد ذلك النبوة صارت في بني إسرائيل بني يعقوب عليه السلام إلى أن وين بعدها رجعت إلى من واحدهم من ذرية إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وآله ما لك ستعترض الله شكرا مقدر الله شكرا مقدر نوح عليه السلام من بعده من سام جعل في بيت سام ذرية سام خلص هذا هو ما تقدر تعترض مو بكيفك البقية يروحون يتفلسفون لا يريدون الامتثال لله عز وجل فيروحون شنو يستعملون العبارات والألفاظ المطاطية هذه يستخدمون هالألفاظ شنو هذا حكم القياصرة حكم الأكاسرة استبدادية شنو استبدادية لأن هذولا أغبياء ينظرون إلى منصب الإمام الربانية التي هي خلافة النبوة كأنه هذا مجرد حاكم سياسي عادي حاكم يعني ما الحكم شؤون دنيوية هذا مو الشكل الحكم الدنيوي شأن من شؤونه فرع من ولايته على الأمة هذا خليفة الله عز وجل الله مقدر هذا الله معين هذا لكي يقودنا ما يقودوا البشر يخسروا خلوا واحد مقابلة يخسروا معاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن بايع فإنما يبايع الله يد الله فوق أيديهم معاشر الناس فاتقوا الله وبايعوا علي أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة كلمة طيبة باقية يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفى اللي يفي بهذه البيعة ومن نكث فإنما ينكث على نفسه معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله معاشر الناس إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عز وجل وقد أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد فمن أنبأكم بها وعرفها فصدقوه معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعليا والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما معاشر الناس السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين أولئك هم الفائزون في جنات النعيم معاشر الناس قولوا ما يرض الله به عنكم من القول فإن تكفروا فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن يضر الله شيئا اللهم اغفر للمؤمنين واغضب على الكافرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى يَقْوَى إِيمَانُنَا وتستوثق أو تتوثق هذه البيع التي في أعناقنا للشرعية الإسلامية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة الأطهار علي وذريته صلى الله عليه ترجمة نانسي قنقر